أفريقيا هي مركز العالم ليه؟ لأن واحد العالم كله كله كل أقاليمه تشهد تشيخ كلها الشعوبية إما بتقل في العدد ويزيد فيها معدلات الشيوخ القارة الوحيدة الشابة ولديها إمكانات بشري هائلة هي أفريقيا القارة الوحيدة اللي فيها أكبر إمكانيات فيما يخص الطاقة المترددة اللي العالم كله يحتاجها هي إفريقيا القارة اللي عندها تقريبا تلتين الموارد المعدنية أو الموارد المعدنية الحرية أو المعادن الحرية اللي بنسميها اللازمة لكل شيء هي إفريقيا الأراضي الزراعية أفريقيا عندها 60% من الأراضي العالم القابلة للزراع حضرتك فكري في أي فطاع وأي مورد مركز إفريقيا فطب ما هي كانت موجودة قبل كده موجودة قبل كده بس إحنا كنا بلدنا كانت تحت تحت الاستعمار إحنا دلوقتي نعي يعني دييدا إمكانتنا نعي دييدا قوتنا نعي دييدا دورنا إذن هناك لو تلاحظي تحرجات كبيرة حتى في العالم لإعادة النظر أو أن أفريقيا تتبوأ مكانتها الصحيحة وهي أفخر حتى تذكرت لقيحة كورونا لقيحة كورونا القارة الوحيدة اللي خرجت منتصرة برغم الصعوبات من لقيحة كورونا كانت إفريقيا وكل بلادنا تحديد يعني تقريبا بدون استثناء بعد لقيحة كورونا وبرغم التدعيات الكبيرة خرجت بمعدلات نموه عالية ومصر كانت أعلى معدل نموه في العالم بعد لقيحة كورونا شدنا الاقتصادات الكبيرة تدام تنهار والقارة اللي بقى نتيجة التكاتف والتعاضد ومصر كان لها زي دايما دور رائع في مسندة كل البلاد الإفريقية بالإمكانات اللي هي العلمية والطبية والأمصال وغيرها وغيرها فهناك حالة جميلة داخل إفريقيا من الفخر والاعتداد بقوتنا والسعي للخوف الأفريقية وطبعا لا يمكن يدع حق وراء وطنه منفاش نخفض كمان نقطة منهم موحاتك معانية بها بشكل كبير مستعنى بشكل كبير الطاقة والبنية التحتية وده ملف في الحقيقة يعني شاء التطور كبير في أفريقيا على مدار السنوات الماضية ومش عايزة تكون متحريزة بس كمان مصر لابد فيه دور كبير بتوصير البنية التحتية وتوصير القدرات أو الإمكانات لتنزيف القرار إفريقيا تبقى متصلة ببعضها البعض ما القادم سنر أسفا أنا أعزتك لحضرتك للبرنامج الإفريقي للتحاد الإفريقي اللي هو فيما يخص المشروعات الأقليمية والقرية وزي أن مصر كانت الدعم الفني من خلال رئاستها للنجان الوزرية المختصة القادم هو التنفيذ يعني أو الشقاء هو الحالي هو التنفيذ هو اللي شغال دلوقتي لأنه برنامج عشر واحد وعشرين تلاتين عشرين واحد وعشرين عشرين تلاتين إحنا اللي بنقوله العالم بيقوله هناك يعني موضوع الكلايمت موضوع المناخ بتاع إحنا كويس بس هو وأنه يازم الحاليات تنفس بسرعة لازم تتنفس بسرعة وعلى نطاق عالي إذن يلزم التنويل وده كمان عشان كده إحنا بنقول إحنا يلزمنا إن إحنا حاجد تنويل كبير وأحد الحاليات اللي هتطرح وابتدينينا يتكلم فيها في الاجتماعات الوزرية اليومين اللي فاتو هي تعبئة الموارد الإفراقية من الاقتعاد الخاص ومن الصناديق الإفراقية ومن المؤسسات الإفراقية مش بس الحكومية إزاي تعبئة هذه الموارد برضو عايزين نقل اعتمادنا على ديهات خاردية رغم أن ولا بد أن أتكر لأن لا يظن أحدا أن القرى تعيش على الإعنات برامج البنية التحتية والطاقة ورغم أنها طبعا الأرثر احتياجا للتمويل اللي بتبقى مبالغ ضخمة جدا 60% من تمويل هذه المشروعات هو إفريقي صال إفريقي صال حتى له نهائيا نهائيا فيعني إحنا سعيدة برودة لأنه تماني الإعلام لازم دايما يفكر الناس أنه يبعدوا عن الصورة صور نمطية غير حقيقية وده متشفة والقصد منها هو ترسيخ اعتمار ريدة الترسيخ أفكار سلبية عن القرى وهذا بعيد عن الصحة حضرتك موجودة في مدينة جميلة في مدينة رائعة ككافة مدننا الأفريقية وعايزين للصورة الحقيقية للقرى ونأكد على مفهيم الفق بإفريقياتنا أيضا إلى جانب طبعا عروبتنا ومصريتنا وبعيدا فعلا عن كل النقاط الكلمة فيها وصل بالملاقشات انتبعه بقى الشخصي أنا فعلا لما وصلت نايروبي اكتشفت أنه إحنا لا يعني إحنا مشبوعات زي ما احنا متخيلين مشبوعات طقافيا ولا جغرافيا حتى وأنه المسافات متأتصل شيئا فشيء خلينا يقول الحاجر قيمة مش كل الناس يعني في مصر عرفاها حضرتك بتستخدمي أكيد التليفون والناس بتسخدم التليفون في اللي هو الموبايل بنكينج الاستخدامات اللي هي دلوقتي الناس كلها ده تطبيقات البنورسة موجودة على التليفون وبندفع وبننقر عن طريق الموبايل مين اللي اخترع هذا الموضوع أنا سمعتنا هما هنه عندهم قوي جدا لا مش هو العمل هما اللي اخترعوه مش اللي عندهم اخترعها الموبايل بقى أبسة لا دي 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 ده اسم التطبيق عشان ما نعملش دعاية انما اللي اخترع فترة الموبايل المبايل أصلا هي كينيا ونسبة الشمول المالي في كينيا اللي هو العراق كام انا مش متأكدة من نسبة بس عارة مية وخمسة في المية من الشعب يعني يعني في ناس عندها موبايل ثلاثة يعني كل الناس بفيه شخص في كينيا ليس عنده لا يستخدم التزيق انه كامل لكون الناس وايضا شمول مالي أكثر من مية في المية اللي احنا لسه بنسع في بلاد كثيرة في القرى نها نقترب حتى من 30 في المية أو 40 في المية هما أكثر من مية في المية على فكرة هذه النسبة هي الأعلى في العالم ولا توجد دولة في العالم عندها ما اللي هو الأساليب الرقمية والتطبيقات الرقمية والاستخدام الرقمي اللي مولود في كينيا أو بالنسبة لأفرقية عامة أو بالنسبة لكينيا تحديدا القرى الإفريقية هي الأكثر تقدوا في المجالات الرقمية مشكلة للناس أفرقية لا يسهلش بالمناسبة ولا في الأفلام ولا في وسائل الأعلام دايما من تتلصف صورة إفريقيا اللي بتعاني تحت وطأة الحروب والصرعات دايما بالفعل تعاني يعني لا ننكر لا يفنم سأليني برضو أصحح المعلوات دي من بؤ من بؤ أكثر قرى تعاني من خروب هي قرى أوروبا وليست قرى إفريقيا البوسنة وأبلاف وخروب أهلية تمت في بلاد أوروبية أرتر قرى تعاني من الفروب وعانت كانت ومازالت تعاني من الفروب هي ليست أفرقية فأيضا دوركو با دور حضرتك بتترسخ صورتي دايما حتى وإن كانت القرى تعاني لكنها مش بالصورة اللي بتظهر في وسائل الإعلام الغربية تحديدا وهي ترزح تحضور التنزاوات لا واعلمنا خلينا برضو إحنا نكون صرحة الإعلام الإفريقي الإعلام الإفريقي مجتد أنه هو أيضا يركز على صور الإيجابية وينقل الصورة صحيحة للقرى ونفتخر بإنشنا كل برنامج بنعمله وكل أمر إنجاز بنقوم به بنقوم به تحت يعني هي ضغوط وتحديات ضخمة جدا عن أي مكان آخر في العالم ومع ذلك ننجح ونتفوت بقول لحضرتك في أمور إيشنا الأخسن فيها في العالم ونعتزي دايما بقويتنا أشكر حكتك شك أنت على السكة حدثت